وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم كل سبل الدعم الممكن للشعب السوداني الشقيق في ظل تداعيات أزمة سيول والتي اكتاحت عددا من المناطق في جمهورية السودان وقامت أجهزة الدولة بتسيير جسر برية يحتوي على مواد غذائية وأدوية ومساعدات إنسانية وطبية بإجمال 90 شاحنة نقل للأشقاء في جمهورية السودان وذلك ضمن جسر بري متواصل مع جمهورية السودان الشقيق جاء تسير هذا الجسر البري بتوجهات من الرئيس السيسي للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كهل الأشقاء وتأكيدا على عمق العلاقات المصرية السودانية المتميزة التي تحظى بكل التقدير والاحترام لكل الجانبين